في أقل من 24 ساعة الخارجية الكويتية تستدعي السفير الفلبيني لديها مرتين على خلفية تصرحات من مسؤول بلاده تحمل إساءة للكويت عودة التوتر الكويتي الفلبيني للواجهة مرة أخرى بعد أن انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عددا من موظف السفارة وهم يهربون العاملات من منازل المواطنين في مركبات تحمل لوحات دبلوماسية السفير الفلبيني لدى الكويت أقرى بأن السفارة تدخلت عبر فريق ميداني للقيام بهذه العمليات مؤكدا أن الفريق يباشر عمله منذ أكثر من شهر ونفى سفير منيلا أن يكون أعضاء السفارة قد اقتحموا منازل المواطنين الكويتيين مؤكدا العمل بجد للحفاظ على العلاقة مع الكويت وبحسب الخارجية الفلبينية فإن نحو 26 عاملة تم تهريبهن بهذه الطريقة وبالمقابل نواب داخل البرلمان الكويتي يرون أن ما أقدمت عليه دولة الفلبين ممثلة في سفارتها هو خرق صارخ للقانون الدولي والسيادة الكويتية البرلمانيون في الكويت طالبوا بالتصعيد الدبلوماسي إزاء مانيلا حتى لا يتكرر الانتهاك الدولي مرة أخرى